كين قضايا آنية جوش دي القضايا آنية واللي يعني نقاش كبير مستفيد داخل مواقع التواصل الاجتماعي باش نبدي ده باش ما بغيتي هذي نبدي ممكن يلا نبدي واحد هذي كنت أعلنت أول موقع كي أعلن على هذ القضية موقع هسبريس كلم على واحد الإشكالية دي الوحل القطعة أرضية لإخداها الوالي دي الجهة الرباط هنايا بواحد تمان أقل من تمان السوق يعني وخرقت نقاش داخل قنوات التواصل الاجتماعي وقال لك واشتشي معقول مش متعلقة بالوالي طيب لا هذي فيه الجواب هذي فيه الجواب غير ما نديروه الشفاوي غير ما نديروه الشفاوي كي ما درنا في أمور اخرى فيما درنا في المقاليح في قريمات هذي فيه الجواب عادي كانوا واحد المرسوم داروا الوزير الأول 1995 السيد رئيس الحكومي بدلوا اليوم بأثر رجعي حادي عادي المغربة كيدرواها يوميا وجامع دابة كانوا واحد القانون المغرب كله مقسم ومكل بلاسة دير اللي هو واحد تامان مرجعي ويديروه بالأثر الرجعي وهدوك الناس اللي يتمك إلا أخذوا بتامان قل غنطبق عليهم المراجعة يوميا المواطنة والمواطنين تجي لهم المراجعة ويسيفطوا لهم المراجعة إلا قدوا يخلصوا ويخلصوا إلا ما قدواش يخلصوا طيب أنا المشكلة بالنسبة لي مش هي أنه واحد يأخذ أرض واحد تامان أقل أو لا أكثر المشكلة الستجيني مش هي هو هدها هاد شي يقوله النشطة وي تقوله المعارضة وي تقوله الحكومة لا علش قلتك الشفاوي علش قلتك الشفاوي أرى نفس الهضرات دارت على المقالية ووقفنا المقالية أنا غير في الجهة اللي كين فيها نعم واحد العدد يلطرخص اللي التطور من داك الوقت اللي قالوا بإنه خصنا نعرفو ما نعرفو الآن جريماتي لا غير ذلك هد غضغة العواطف لا واش مزايدات سياسية انتخابوية أنا غنقولك هذا اسمته تهريب 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 النقاش الحقيقي